موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الأول الأداد أهلا بكم في حلقات الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنستكمل مع بعض فرع الهندسة وآخر درس من دروس الهندسة النهاردة اللي هو درس إنشاءات هندسية طبعا احنا عدينا في وحدة الهندسة بأربع دروس سابقة اتكلمنا فيهم عن المفاهيم الهندسية في أول درس وبعد كده اتكلمنا عن العلاقات بين الزوايا وبعد كده اتكلمنا عن التطابق وآخر حاجة اتكلمنا فيها عن التوازي وحالاته النهاردة في درس الانشاءات الهندسية عايزين نشتغل مع بعض في الدرس النهاردة بس قبل ما تبدأ حصتي لازم يكون معاك الورقة بتاعتك وآدواتك الهندسية كاملة لإن احنا النهاردة هننفذ مع بعض بعض الانشاءات الهندسية اللي محتاج منك تشتغل معايا وانا شغال وهستنى عليك لما تنفذ الخطوة اللي احنا بنقول عليها علشان نوصل في آخر التمرين اللي احنا هنقوله مع بعض بصورة صحيحة تعالوا نشوف كده درسنا النهاردة هيكلمني عن ايه في الانشاءات الهندسية انا عندي في الانشاءات الهندسية ست انشاءات هندسية اول حاجة انشاء منصف لزاوية معلومة واحنا درسنا في حلقة سابقة يعني ايه منصف الزاوية وعرفنا ان منصف الزاوية هو الشعاع اللي بيقسم الزاوية لنصين متساويين في القياس تاني حاجة هناخد تنصيف قطعة مستقيمة ازاي باستخدام ادواتي الهندسية المصطرة والبرجة البتاعي انصف القطعة المستقيمة بعد كده عندي انشاء عمود على مستقيم من نقطة لا تنتمي اليه وبعد كده انشاء عمود على مستقيم من نقطة تنتمي اليه وبعد كده انشاء زاوية مطابقة لزاوية معلومة يعني انا لو عندي زاوية قياسها 30 درجة عايز انشئ باستخدام ادواتي الهندسية زاوية 30 درجة تكون مطابقة للزاوية اللي عندي دي باستخدام الادوات الهندسية ودي هنشوفها في الحلقة التانية وبعد كده واخر حاجة انشاء مستقيم موازي لمستقيم معلوم من نقطة معلومة تعالوا نبدأ كده في اول انشاء هندسي عندنا النهاردة في حلقتنا اللي هو انشاء منصف لزاوية معلومة عايز اقولك لازم ان يكون جاهز معاك المسترة والبرجل والمنقلة بتوعج موجودين معاك وفاتح الكراسة بتاعت رسم بياني علشان نمشي مع بعض خطوة بخطوة علشان نشوف الانشاء الهندسي دوت بتاعنا هيتحقق ازاي تعالوا كده لو انا عندي زاوية الف بهجيم بتساوي 60 درجة قلتلك ارسم لي زاوية بتساوي 60 درجة انت خدت رسم الزاوية قبل كده في سنة ربعة ابتدائي وعرفت انواع الزاوية والكلام ده تقدر ترسم زاوية اكيد هتقدر ترسم زاوية وهنقول دلوقتي هنرسم الزاوية ازاي ومع دي كده بيقول لي بعد ما ترسم الزاوية استخدم المسترة والفرجار اللي هو البرجل بتاعت علشان ترسم منصف للزاوية يعني علشان تقسمها لنصين متساويين في القياس تعالوا كده نمشي مع بعض خطوة بخطوة ونشوف هنعمل ايه وفي اخر الحلقة عايز اقولك ان احنا هنقوم نشتغل مع بعض على البرد علشان نطبق الكلام اللي احنا قلناه ونشوف الرسم بتاعك دوت انت مشيت معايا بصورة صحيحة ولا لا اول حاجة في خطوات الرسم اللي عندنا طبعا هنرسم زاوية قياسها ستين باستخدام المنقلة وهقولك ازاي بترسم الزاوية اللي قياسها ستين درجة طبعا اول خطوة في رسم الزاوية بترسم شعاع او احد اضلاع الزاوية شعاع بادئ من نقطة معينة وماشي في اتجاه النقطة الاخرى وفي الشعاع دوت عند نقطة البداية هحط مركز المنقلة بتاعي تمام وبعد كده اعد من الصفر اللي هو منطبق على الخط اللي انا رسمته لحد ما اوصل لستين وحط نقطة وبعد ما حط نقطة اوصل رأس الزاوية او النقطة اللي انا حطتها بعد المنقلة ببداية الشعاع الاولان اللي انا رسمته يبقى كده رسمت زاوية قياسها ستين درجة زي ما انا شايف قدامي دلوقتي على الشاشة الخطوة التانية بعد ما رسمت الزاوية ستين درجة تعالوا بقى نشوف هنستخدم المصطرة والبرجل بتاعنا ازاي علشان نقسم الزاوية دية نصين متساوية قال لي الخطوة التانية هنجيب البرجل بتاعنا ونقف بسن البرجل عند الرأس به اللي هي موجودة عندي هنا هنقف بسن البرجل ونفتح البرجل فتحة معينة مش بمقاس معين خالص ونرسم قوس يتقاطع مع ضلعاي الزاوية في دال وهي زي ما انت شفت دلوقتي كده وقفت بسن البرجل عند الرأس به ورسمت القوس بتاعي بيتقاطع مع ضلعاي الزاوية في نقطتين النقطة دال والنقطة هه طب تعالوا نشوف الخطوة التالتة قال لي في الخطوة التالتة بتقب في نقطة التقاطع الاولى اللي هي دال وترسم قوس صغير وبعد كده بتقب في نقطة التقاطع التانية اللي هي هه وترسم قوس صغير القوسين بيتقاطعوا مع بعض في نقطة اسمها واو زي ما هو واضح قدامي في الرسم وقفت في دال بسن البرجل ورسمت قوس صغير ووقفت في هه بسن البرجل ورسمت قوس صغير القوسين الصغيرين اتقطعوا في نقطة اسمها واو عايز الفت نظرك لحاجة مهمة لما تيجي توقف عند النقطة دال نفس الفتحة اللي انت وقفت بيها ورسمت القوس الصغير هي نفس الفتحة اللي توقف بيها عند النقطة هيه وترسم القوس التانية لازما هنا شرط اساسي ان يكون الفتحتين دول بتوقع البرجل المتساويتين ما تغيرش في الفتحة لما توقف عند دال وعند هيه لما القوسين الصغيرين يتقطعوا في النقطة واو اوصل النقطة واو برأس الزاوية اللي هو به هيطلع لي شعاع بهواو هيبقى منصف للزاوية به ولو انت عايز تتأكد ان الشعاع اللي انت رسمته منصف للزاوية فعلا ولا لا قيس الزاوية الاولانية اللي هي دال بهواو وشوف قياسها تلاتين درجة ولا لا اكيد لازما هيطلع تلاتين درجة وبكده بتتأكد ان انت رسمت منصف للزاوية او اسمت الزاوية بتاعتك لنصين متساويين في القياس باستخدام المسطرة والفرجار ده اول انشاء هندسي عندنا تعالوا نشوف الانشاء الهندسي التاني ومش عايزك تقلق لان احنا هنطبق مع بعض دلوقتي على البرد باستخدام الادوات بتاعتنا اللي احنا بنقول عليه تعالوا نخش على الانشاء الهندسي التاني اللي هو تنصيف قطعة مستقيمة انا عندي قطعة مستقيمة ولتكن سين صد طلها بيساوي 7 سنتي بيقولي باستخدام المسطرة والفرجار نصف القطعة المستقيمة سين صد يبقى اول خطوة اكيد هنرسم قطعة مستقيمة طلها 7 سنتي ودي اكيد حضرتك كطالب فيقول اعدادي مش محتاج ان انا اقولك ازاي ترسم قطعة مستقيمة طلها 7 سنتي لاني الكلام ده اخدناه بقالنا كتير قوي يبقى اول خطوة هنرسم القطعة المستقيمة سين صد اللي طلها 7 سنتي موجودة قدامي على الشاشة الخطوة التانية علشان انصفها اعمل ايه قال لي تاني خطوة بتجيب البرجل وتفتح البرجل فتحة تكون تقريبا اكبر من نص القطعة تقريبا يعني مش لازم ان تقيس بالبرجل فتحة معينة او قياس معين افتح البرجل فتحة تقريبا اطول من نصف القطعة المستقيمة وبعد كده تقف في النقطة سين وترسم قوس فوق القطعة وقوس تحت القطعة بنفس الفتحة اللي انت فاتح بيها البرجل بتاعك اقف في النقطة صاد وارسم قوس فوق القطعة وتحت القطعة القوسين هيتقطعه القوسين اللي فوق هيتقطعه في نقطة والقوسين اللي تحت هيتقطعه في نقطة تانية تالت خطوة بعد ما رسمنا وقفنا في سين ورسمنا قوس فوق وقوس تحت وقفنا في صاد ورسمنا قوس فوق وقوس تحت زي ما هو واضح قدامي في الشاشة القوسين دول هيتقطعوا مع بعض في النقطة لام والنقطة نون وصل النقطة لام بالنقطة نون باستخدام المسطرة هتلاحظ حاجة بعد ما ترسم المستقيم لام نون اللي أنا رسمته دلوقتي حالا ده هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ أن الجزء لما أنا رسمت المستقيم هلاحظ أنه أسملي القطعة المستقيمة إلى نصفين متساوية وإيه كمان؟ مش بس نصين وبس ده كمان المستقيم اللي أنا رسمته بقى عمودي على القطعة المستقيمة في الحالة دي هسمي المستقيم لام نون ده هو محور تماثل القطعة المستقيمة ليه سميته محور تماثل؟ اعتمادا على المفاهيم اللي أنت درستها في المرحلة الابتدائية محور تماثل للقطعة المستقيمة يا مستر لإني أنا لو جيت من النقطة اللي هي في النص دي وتانيت القطعة على بعضها كده الترفين بتوعها هينطبقوا على بعض أو النصين بتوعها هينطبقوا على بعض طب تعريف محور تماثل القطعة المستقيمة اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة وتعرفه لإني بييجي عليه أسئلة محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها يبقى المستقيم العمودي على القطعة من منتصفها اللي بيقسمها نصين ده بنسميه محور تماثل القطعة المستقيمة تمام؟ يبقى دلوقتي عرفت حاجتين في الإنشاءات الهندسية عرفت إزاي أنصف زاوية وعرفت إزاي أنصف قطعة مستقيمة طبعا عمر ما التمرين لو أنا عايز أسألك وإيس مهاراتك في استخدام الأدوات الهندسية وفي الدقة بتاعتك وفي الكلام ده ممكن أجيب لك سؤال مباشر ويقول لك ودي لك زاوية وأقول لك نصفها بس أنا حاس إن السؤال ده هيبقى مباشر وهيبقى سهل عليك جدا تعمله طب لو أنا عايز أقيس قدراتك بصورة أعلى شوية هدي لك مثلا 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 مسلس وقول لك ارسم لي منصفات الزاوية بتاعتك هتيجي على كل زاوية من زاوية وتعمل كل الخطوات اللي احنا عملناها في تنصيف زاوية واحدة طب لو جيت قلت لك ارسم للمسلس ده منصفات أضلعه أو محاور تماثل أضلعه برضو هتيجي على كل ضلع من أضلعه وهتعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها في تنصيف قطعة مستقيمة طب كلام جميل قوي عايز اقول لك لما ترسم محاور تماثل اي مسلس بتختلف بعض الاختلافات لما ترسم محاور التماثل هتلاحظ بعض الملاحظات ايه الملاحظات اللي انت هتلاحظها لما ترسم محاور تماثل المسلس اول ملاحظة هتلاحظها ان محاور التماثل بتاع اضلاع المسلس كلها بتتقاطع في نقطة واحدة بس مكان النقطة دي بيختلف على حسب اختلاف نوع المسلس يعني لو أنا عندي مسلس حد الزوايا زواياه كلها حد نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه هتبقى داخل المسلس زي ما احنا شايفين الشكل الأولاني نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاع المسلس حد الزوايا تتقاطع جميعا في نقطة داخل المسلس طب مسلس قائم الزاوية فيه زاوية قايمة بتبقى نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه في منتصف الوطر زي ما احنا شايفين الشكل التالي طب لو مسلس منفرج الزاوية نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه هتكون موجودة خارج المسلس كويس جدا يعني أطوال القطع المستقيمة الواصلة بين نقطة تقاطع محاور تماثل ورؤوس المسلس بتكون متساوية في كل حالة من الحالات السابقة يعني هلاحظ دايما أن ألف ميم بتساوي بهميم بتساوي جيم ميم دايما النقطة دي مهمة جدا طيب تعالوا بقى نروح للشغل العملي اللي احنا عايزينه عايزين نشتغل مع بعض ونطبق اللي احنا قلناه دوت بصورة عملية تعالوا نشوف هنستخدم مع بعض الأدوات الهندسية بتاعتنا ازاي ونطبق الحاجات اللي احنا خدناها في درس النهاردة اللي هو انشاءات هندسية تعالوا بقى نطبق اللي احنا خدناها النهاردة كده بصورة عملية شوية جايب لي أول تمرين عندي في الجزء بتاعة النهاردة بيقول لي ارسم زاوية قياسها 120 درجة وقسمها الى 4 اجزاء متساوية طبعا اول خطوة احنا عارفين هنعمل فيها ايه لان الكلام ده عد علينا قبل كده اننا نرسم زاوية قياسها 120 ده طلب عادي جدا الجزء اللي خاص بينا النهاردة وبدأ رسنا اللي هو تقسيم الزاوية الى 4 اجزاء متساوية طبعا انا اتفقت معاك قبل كده من شوية ان السؤال عمره ما هيجي لك بصورة مباشرة ويقول لك ارسم لي زاوية ويعمل لي منصف ليها وخلاص انا عايز اقيس مستوى قدراتك الاعلى شوي طب تعالوا نشتغل مع بعض ونشوف هنقسم الزاوية لاربع اجزاء متساوية ازاي ونمشي خطوة خطوة وبالراحة وباستخدام ادواتنا الهندسية اللي انا عايزك تكون شغال معايا دلوقتي خطوة بخطوة وادواتك موجودة قدامك تعالوا نشتغل مع بعض كده هنيجي هنا قدامي الادوات بتاعتها هي اللي انا محتاجها مصطرة ومنقلة والبرجة البتاع وبعد كده هنستخدم الادوات بتاعتنا علشان نرسم زاوية 120 درجة تعالوا مع بعض كده نرسم زاوية 120 درجة اول حاجة هرسمها ان انا برسم بالمصطرة بتاعتي احد اضلاع الزاوية دي خطوة معروفة جدا تعالوا هنجيب المصطرة بتاعتنا كده ادي اول خطوة واجرسم اول ضلع من اضلاع الزاوية اللي هو هيبقى شعيع تماما هرسم الضلع الاولاني اهوت هزبط على المصطرة كده وارسم ضلع وليكن باي مقاس مش لازم مقاس معين ادي كده رسمت الضلع الاولاني تعالوا كده نحرك المصطرة بتاعتنا مش محتاجينها دلوقتي هنعدل بس شكل الضلع كده طبعا الشكل الضلع بيتغير معانا لان احنا ممكن نرسمه من الاول نرسمه من الاول اهوت نرسم الضلع من الاول عادي جدا لحد ما احنا انا برسم على شاشة تاتش محتاج ان انت وانت شغال بأدواتك هترسم بصورة اسهل من كده بكتير اوي اهو رسمنا الضلع الاولاني اهوت خلاص تعالوا بقى نحرك المصطرة بتاعتنا نبعدها خلصنا دور المصطرة انا عندي اول حاجة ادي رأس الزاوية الخطوة التانية عايز ارسم 120 يبقى استخدم المنقلة بتاعتي اجيب المنقلة خلي بالك وانت بتحط المنقلة بنحط مركز المنقلة عند رأس الزاوية ادي مركز المنقلة بتاعي اهو وخط صفر المنقلة موجود اهو خط الصفر موجود اهو الف سنة صغيرة اصبت المنقلة بتاعتي لازم ان تبقى مصبوطة كويس جدا ادي المركز موجود وخط الصفر بتاعي وخط الصفر بتاعي موجود على الضلع اللي انا رسمت اهو واعد المية وعشرين طبعا علشان اعد المية وعشرين انا ببدأ من يمين هنا الضلع الاولانة هو والضلع التاني طبعا بجيبه مع ده علشان ابدأ المية وعشرين لما اجي عدة هلاقي اللي اصبت من قلة بتاعتي في صفر هنا وفي صفر هنا وبالتالي انا ابدأ من الصفر اللي موجود على الخط ما ابدأش من الصفر اللي هو ما فيش فيه عنده خط فهبدأ ادي صفر عشر 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 ثلاثين ثلاثين أربعين خمسين لحد ماوصل لمية وعشرين وارسم الزاوية بتاعتي طبعا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا الاداه اللي انا بستخدمها دلوقتي مختلفة عن اللي انت بتستخدمه في الورقة قدامك انت في الورقة قدامك بتحط المنقلة بتاعتك وتحط نقطة عند المية وعشرين وبعد كده بتشيل المنقلة بتشيل المنقلة بتاعتك وي اهو احنا ما حفظناش الحاجة بس بتشيل المنقلة بتاعتك وترسم الضلع بتاعتك بقت الزاوية اللي موجودة قدامك مية وعشرين درجة كويس اوي انا هستخدم بس ان انا هحط هنا هحط هنا كده ايه سهم علشان يبقى ضلع الزاوية موجود تمام ادي السهم بتاعنا الزاوية اللي قدامي دي ات مية وعشرين ادي اول خطوة في الخطوات اللي احنا قلناها تعالى بقى نستخدم المصطرة بتاعتنا والبرجل علشان ننصف الزاوية دي او نقسمها لاربع اجزاء علشان نرسم الزاوية دي لاربع اجزاء محتاج اول خطوة اقسمها الاول لنصين ستين وستين وبعد كده اقسم كل نص فيهم لنصين فالزاوية المية وعشرين كلها هتتقسملي على اربع اجزاء طب تعالى نبدأ مع بعض الخطوة الاولانية ونقسم الزاوية اللي احنا رسمناها دي لجزئين متساوية قلنا اول خطوة نستخدم فيها البرجل هجيب البرجل بتاعي واقف بسن البرجل بتاعي اهوت على رأس الزاوية تمام وافتح البرجل بتاعي فتحة مناسبة اي فتحة تعجبك اي فتحة تعجبك مش بما اسمه عين وارسم بالبرجل بتاعي كوس يتقاطع مع الضلع الاولاني والضلع التاني تعالوا ننفس كده ادي اول حاجة هنرسم كوسة هوت تقاطع مع الضلع الاولاني والضلع التاني مش لازم انا اكمل القوسة الاخر طبعا اشيل البرجل بتاعي ادي اول خطوة عملتها في نقطة التقاطع دي ونقطة التقاطع دي هاجي اقف بسن البرجل وارسم كوسين صغيرين يتقاطعوا مع بعض في نقطة تعالوا نستخدم البرجل ونقف في نقطة التقاطع الاولانية ونرسم كوسة او ممكن نزود الفتحة شوية ما فيش مشكلة خالص واقف في نقطة التقاطع الاولى وارسم القوس الاولاني واشيل البرجل بنفس الفتحة اوعى اتغير الفتحة هنا واقف في نقطة التقاطع التانية وارسم القوص بتاعي يلا نبدأ تمام جدا تعالى نشيل البرجل ونشوف احنا عملنا ايه لاحظت ان احنا رسمنا قوصين تقاطعه في نقطة النقطة دي استخدم المصطرة بتاعتي واوصلها استخدم المصطرة اوصل نقطة التقاطع برأس الزوج اهوت المصطرة هيت بس هنلف المصطرة من هنا سنة صغيرة تمام جدا يلا مع بعض نرسم خط تعالوا نرسم خط او شعيع كويس جدا دلوقتي ارجع المصطرة بتاعتي واحط سهم عند الضلع اللي انا رسمته ده كويس اوي ادي السهم بتاعي لاحظ حاجة انا دلوقتي قسمت الزوجة بتاعتي الى جزئين متساويين في القياة ستين وستين طيب عايز اقولك على حاجة احنا اتفقنا ان احنا نقسم الزوجة دي لاربع اجزاء مش جزئين اتنين طيب هنعمل ايه هنقسم كل جزء من دول لجزئين كمان طيب تعالوا نقسم كل جزء من دول لجزئين كأنها زاوية منفصلة هعمل ايه هستخدم البرجر بتاعي وقف في نقطة التقاطع الاولى وارسم كوس ونقطة التقاطع التانية وارسم كوس وهكذا طبعا انا عايز اقولك ان الكوس ده ممكن تستخدمه عادي جدا يبقى النص الاولاني هجيب البرجر بتاعي وقف في نقطة التقاطع الاولانية اللي هي دي وهرسم كوس ممكن اصغر شوية مفيش مشكلة أهوت تعالوا نرسم كوس زي ما احنا كده ونشيل البرجل بتاعنا ونقف في نقطة التقاطع التانية بسن البرجل وتعالوا نرسم قوس تاني تمام جدا نشيل البرجل بتاعك لاحظت ايه؟ لاحظت ان القوسين تقاطعوا في نقطة تعالوا نوصلها برأس الزاوية باستخدام ايه؟ باستخدام المسترة بتاعتنا كويس جدا لازم ان توصل نقطة التقاطع بنقطة رأس الزاوية بنظبط المسترة بتاعتنا اهم حاجة نقطة تقاطع القوسين تبقى موجودة عند نقطة رأس الايه؟ رأس الزاوية تمام جدا دلوقتي نقدر نوصل تعالوا نوصل هناخد لون تاني وليكن الاحمر تمام نوصل دلوقتي كويس جدا تعالوا نشيل المسترة بتاعتنا لاحظت ايه؟ ان النص الاولاني تقسم لنصين الجزء ده بقى 30 والجزء ده بقى 30 ده 30 وده 30 الزاوية كلها كانت 60 بقى ده 30 وده 30 نفس الحركة دي او نفس اللي احنا عملناه هنا نطبقه هنا اكيد حضرتك هتقدر تطبق اللي احنا عملناه هنا في الجزء ده وبكده يبقى قدرت ان انا اقسم الزاوية المية وعشرين لأربع اجزاء متساوية علشان ما ناخدش وقت ونضيع وقت لان اللي هيحصل بعد كده هو مقرر للي احنا عملناه فتعالوا ناخد تمرين جديد علشان نطبق على الحاجة التانية اللي خدناها النهاردة اللي هي تنصيف قطعة مستقيمة كويس جدا تعالوا كده نشوف حاجة تانية طبعا التمرين ده خلصناه وتعالوا مع بعض نشوف حاجة تانية هنا بيقول لي ارسم المثلث الف بهجيم حد الزاوية ثم ارسم محاور تماثل اضلاعه وبعد كده قول لي ماذا تلاحظ طبعا هنا ده مباشر شوية ممكن يجي يقول لي ارسم المثلث ويديني حالة من حالات رسم المثلث يأما بمعلومية زاويتين وضلع او ضلعين وزاوية او التلات اضلاع يكونوا موجودين والدرسين دول موجودين في سنة رابعة وفي سنة خمسة ممكن ترجعوا لحلقات سنة رابعة وفي سنة خمسة تشوفوا حالات رسم المثلث لكن انا جايب لك المسألة هنا بصورة مباشرة لان اللي انا عايزة ايسو عندك هل بتقدر ترسم محاور تماثل اضلاع بتاعت المثلث ولا لا تعالوا مع بعض كده نرسم مسلث حد الزاوية من غير اي قياسات ونرسم محاور تماثل اضلاع ونشوفها نلاحظ ايه هنرجع لصفحتنا نجيب صفحة جديدة هنا كمان صفحة جديدة هنجيبها طبعا هندوس بلاص جات لنا صفحة جديدة هنشوف بقى نجيب الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها كل مرة الادوات بتاعتنا المنقلة وبنستخدم تاني البرجل ممكن ما يحتاجش المنقلة وبنستخدم تاني المسطرة كويس ممكن المنقلة مش هنحتاجها لان احنا ما عندناش قياسات زاوية بس هنخلي المسطرة هنا على جنب علشان نرسم المسلث بصورة سريعة طبعا انت هتستخدم المسطرة في رسم المسلث لكن انا عندي اشكال جهزة هنا ممكن ارسم بيها مسلث على طول فهجيبها وارسم مسلث حد الزاوية تمام تعالوا نرسم مسلث حد الزاوية كده ادي مسلث حد الزاوية تعالوا نحركوا بس كده علشان يبقى في نص الصفحة بتاعتنا علشان نقدر نطبق التمرين بتاعنا تعالوا نرسم محاور تماثل اضلاعه يعني ايه ارسم محاور تماثل اضلاعه يعني انصف الاضلاع بتاعته زي ما احنا قلنا من شوية طب ننصف الاضلاع ازاي هنمسك ضلع ضلع من اضلاعه ونرسم محاور تماثل بتاع كل ضلع الضلع الاولاني علشان ارسم محاور تماثل بتاعه هعمل ايه تعال اقولك هنعمل ايه مع بعض هنستخدم البرجة البتاعنا هنا ونقف انا حدد الاول الضلع اللي انت عايز ترسم محور التماثل بالنسبة له انا هرسم محور تماثل الضلع اللي تحت ده اللي هي القاعدة يبقى هعمل ايه هقف مرة في النقطة دي ومرة في النقطة دي وارسم قوس فوق وقوس تحت وبعد كده القوسين هيتقطعوا في نقطة اوصلها تعال نقف مرة في النقطة دي ونفتح البرجة الفتحة تكون اكبر من نص القطعة المستقيمة بشوي اهو وليكن هفتح البرجة الفتحة نوعا ما كده طيب البرجة الكده اه مفتوح اكبر من نص القطعة المستقيمة هعمل ايه هرسم قوس فوق القطعة المستقيمة وقوس تحت القطعة المستقيمة اهو تعال نرسم القوس بقى بتاعنا ادي قوس فوق وننزل تحت ونرسم قوس كمان بنفس الفتحات اللي أنا فتحتها هنا ورسمتي بها الأكواس أتحرك واروح في الرأس بتاع القطعة المستقيمة أو بتاع الضلع في النحية الثانية وتعالوا نرسم أكواس هتتقطع الأكواس اللي أنا هرسمها مع الأكواس اللي أنا هرسمها قبل كده كويس جدا ممكن أشيل البرجل خلاص إحنا هنشيل البرجل هوت آه بس فيه قوس الأولاني هنا ما تقطعش معاه هرجع هو هقف تاني في القطعة اللي أنا كنت واقف عندها أو في النقطة اللي أنا كنت واقف عندها وكمل القوس بتاعي تمام جدا اللي هو ده هكمل القوس بتاعي اللي هو ده كويس أوه واشيل البرجل بتاعي أرجعه كده هنا النقطتين دول اتقطعوا أهمت أستخدم المصطرة بتاعتي علشان أرسم محور التماثل بتاع القطعة الأولانية اللي هو هيبقى بالشكل ده تمام جدا تعالوا نرسم محور التماثل هناخد خط ونرسم يفضل يكون بلون مختلف خليه مثلا ماشي خلينا زي ما احنا اللون الأحمر نرسم معلش هنختار الخط ده ونرسم محور التماثل الأولاني واشيل المصطرة بتاعتي كده رسمت محور التماثل الأولاني عامودي على القطعة الأولى وبينصفها وبنفس الخطوات هشتغل على الضلع التاني والضلع التالت وبعد كده هلاحظ أني منصفات الأضلع دي كلها أو محاور تماثل الأضلع كلها بتتقطع في نقطة والنقطة دي هتكون داخل المسلس لإني مسلس حيات الزوائي كده قدرت أن أنا أطبق اللي أنا خدته في درس النهاردة اللي هو الإنشاءات الهندسية باستخدام الأدوات الهندسية بتاعتي بكل سهولة وبدون تردد ولما نغلط عادي جدا ما فيش أي مشكلة المهم نبقى عارفين الصحة بتاعنا أتمنى أن أنت تكون طبقت معايا في حلقة النهاردة الكلام اللي احنا قلناه واشتغلناه مع بعض وأتمنى أن أنت تكون فيهمت درسنا النهاردة وهنتظركم إن شاء الله في الحلقة الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته